بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا طلبة المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية إن شاء الله اليوم نحل تمرين 11-15 أحد تمارين مادة القرامار المرحلة الثانية الموجود في اليونت 11 عنوانه هو Inflictional Paradigms الميزان الصافي المطلوب من عندنا بهذا التمرين إنه إحنا عندنا كلمات والمطلوب من عندنا إنه نحدد خلي نقول الكلمة فيما إذا كانت اسم أو فعل مع الأخذ بنظر الاعتبار إنه بعض الكلمات ممكن تشتغلي كاسم أو كفعل زينان شلون أميز شلون أعرف داخل إنه هذه الكلمة داخل الجملة فعل أو اسم كل كلمة تأخذ أماكن الاسم فهي تعمل عمل الاسم وكل كلمة تأخذ أماكن الفعل فهي تأخذ يعني تعمل عمل الفعل شنه يعني؟ إذا كانت الكلمة أو كي تأخذ المواقع والأماكن اللي يأخذها الإسم يعني المواقع والأماكن اللي يأخذها الإسم داخل الجملة فهي اسم بالإضافة إلى المحددات determiners يعني كلمات نشوفها تحدد اللي وراها اسم إذا الكلمة جاءت أو أخذت مكان الفعل يعني الأماكن اللي أخذها الفعل داخل الجملة فمعناها رح يعني يكون فعل داخل الجملة يعطي معنى الفعل داخل الجملة فليحدد هو الكونتكس يعني السياق الجملة يعني الكلمات المحيطة بهذه الكلمة هي اللي رح يساعدنا في تحديد فيما إذا كانت هذه الكلمة فعل أو اسم زينا أنا عندي بعض الكلمات تشتغلي كاسم فقط وبعضها يشتغلي كفعل فقط يعني ما ممكن يصير اسم ما يمكن تصريفك اسم وأكو كلمات تشتغل كاسم وفعل وبعض الكلمات رح تأخذونها تشتغل فعل اسم صفة وظرف هو كي بعض الكلمات حسب السياق حسب موقعها داخل الجملة فالمطلوب من عندي أنه أحدد هذه الكلمات فيما إذا كانت اسم أو فعل حصرا أو اسم وفعل ممكن تشتغلي ومثل ما قلت لكم شلون نحدد الاسم والفعل زينا شلون نحل هذا المثال بالاعتماد على القاموس يعني القاموس لما تروح تبحث عن كلمة رح ينطيك كل خلي نقول تعريف عن هذه الكلمة وبعدين يحدد لك أن هذه الكلمة ممكن تشتغلك كاسم ويكون هذا معناها ويخلي لك قدام الكلمة noun أو حرف الان أو ممكن يقول لك كفعل أو ممكن كفعل وأسم فالقاموس يعني هو اللي رح يحدد طيب عندي الكلمة الأولى هي driver driver سائق هي اسم ليه أشكرنا اسم لأنه أصل الكلمة هي drive يسوق وضفنا لها ال-er حتى نحولها إلى اسم إذا تذكرون أخذنا في فصول سابقة أن ال-er تضاف إلى الفعل إلى تحويله إلى اسم فهذه ال-er حولت لي هاي اشتقاقية يعني اشتقينا من الفعل اسم فهذه ال-er حولت لي العفو الفعل إلى اسم فهنايا هو حصرا اسم يعني ما ممكن يكون فعل هذه الكلمة بالتحديد فقط لأنه هي أصلها drive وضفنا لها er فصارت driver عندي كلمة اللي هي مجاملة أو ثناء إطراء تشتغلي كاسم وكفعل حسب السياق حسب المكان داخل الجملة فإذا كانت كاسم فيكون معناها ثناء أو مجاملة وإذا كانت كفعل في معناها يثني أو يجامل عندي كلمة appear هاي تشتغل كفعل فقط الاسم مالتها هو عندي وورلد تشتغل كناون فقط كذلك كلمة agency تشتغل لوكالة كاسم فقط عندي كلمة organize في نهاية الكلمة هي من صفات الفعل فأي كلمة تلقى بنهاية هي فعل أوكي هاي يكتبها كملاحظة عندي كلمة تيجي كاسم كفعل هذه الشاحنة الكبيرة أو ممكن تيجي بمعنى يشحن كلمة decide هي فعل حصراً والاسم منها هو decision أوكي ف decide هي verb عندي كلمة emotion emotion هي اسم والمقطع أي مقطع تلقي يعني هذا المقطع إذا لقيتها بنهاية أي كلمة قول عليها اسم عندي كلمة book تشتغل لي كاسم بمعنى كتاب وتأتي كفعل بمعنى يحجز أوكي يعني book فحسب السياق حسب موقعها داخل الجملة عندي كلمة beard تشتغل لي كاسم فقط أوكي عندي كلمة join كاسم وفعل ينضم join بمعنى فعل وممكن تكون join بمعنى اسم يعني وصله بين شيئين أوكي عندي كلمة end تشتغل لي كاسم بمعنى نهاية وكفعل بمعنى ينهي morning كاسم فقط كلمة variety كاسم فقط noun mother تشتغل كلمة الأم يعني الكلمة المعروفة وتشتغل كفعل معنى begets أو كيلد عندي grammar هو كاتبها noun أو verb noun هو القواعد يعني نحن نعرفها لgrammar بس كverb صراحة بحثت عنها ما لقيتها فهذا الجواب ما أدري شيني جايب أو شيني يقصد بالgrammar عندي كلمة melt يعني يذوب كفعل أو ينصهر و noun يعني ممكن تشتغل لي كانصهار أو ذوضان عندي كلمة note note الكلمة المعروفة اللي هي ملاحظة كفعل معناته يدون أو يلاحظ عندي كلمة carve تيجي بمعنى فعل فقط أتمنى إن شاء الله هذا الشرح فاتكم thank you so much for your attention and goodbye bye